مرحبا بكم أبناء تلاميذ السنة السادسة من التعليم الأبتدائي حصة اليوم سنخصيصها للأنتاج الكتابي ومحتوى الحصة المقطع التفسيري والذي يعتمد على أدوات الاستفهام كيف ماذا ولماذا إذن أعيد المحتوى المقطع التفسيري والذي يعتمد على أدوات الاستفهام كيف ماذا ولماذا وهدفنا من الحصة يعني ما ننتظره منكم هو إنتاج نص صردي مغنى بمقاطع تفسيرية أعيد الهدف أو ما ننتظره هدف الحصة أنتج نص صردي أغنى بمقاطع تفسيرية إذن سننطلق من النشاط الأول الصفحة 193 النشاط الأول أقرأ النص الآتيا سأقرأ النص كانت سلمة كثيرة الأسئلة وكثيرا ما دفعت أباها إلى الاستنجاد بالموسعات للإجابة عن استفساراتها التي لا تنتهي جلست إلى التلفاز تنتظر برنامج عالم الحيوان الذي تشاهده بانتظاما بدأ البرنامج فتناول هذه المرة حيوان البطريق وحياته في مجموعات كبيرة في مناطق شديدة البرودة إثر انتهاء البرنامج التفتت سلمة إلى أبيها وقالت كيف يستطيع هذا المخلوق العجيب مقاومة البرد الشديد وتجمد المياه فقال الأبو إن البطريق يا بنيت يتكيف مع محيطه ورغم شدة البرد فإن سرعته قد تصل في الماء إلى خمسة وأربعين كيلو مترا في الساعة وهو يقترب من سطح الماء بطريقة منتظمة ليتنفس وله جسد غني بالشحوم ولكنه في شكل مغزل وكثافته قريبة من كثافة الماء لذلك فهو سباح ماهر إذن التعليمة الأولى أكمل الجملة الآتية بما يناسبه أكمل الجملة الآتية بما يناسبه طرحت سلمة سؤالا يبدأ بي طرحت سلمة سؤالا يبدأ بي سنعود إلى النص إذن قلنا طرحت سلمة سؤالا يبدأ بالآدات كيف سأقرأ التعليمة الواردة على السطر على السطر الخامس كيف يستطيع هذا المخلوق العجيب مقاومة البرد الشديد وتجمد المياه كيف يستطيع هذا المخلوق العجيب مقاومة البرد الشديد وتجمد المياه وهنا نلاحظ هذا السؤال بدأ بأدات الاستفهام كيف وهو وسننتظر تفسيرا يفسر لنا مقاومة البرد الشديد وتجمد المياه لهذا الحيواني إذن نعود إلى التعليمة التعليمة الأولى أكمل الجملة بما يناسبون أكمل الجملة بما يناسبون طرحت سلمة سؤالا يبدأ بي طرحت سلمة سؤالا يبدأ بي إذن لنعد إلى السؤال الوارد في السطر الخامس كيف يستطيع هذا المخلوق العجيب مقاومة البرد الشديد وتجمد المياه نلاحظ إذن أدات الاستفهام الواردة هي كيف إذن وهذه الأدوات وأعني بذلك أدوات الاستفهام كيف ماذا ولماذا هي أركان من المقطع التفسيري نمر إلى السؤال الموالي أشتب الخطأ يعني أشتب الإجابة الخاطئة أجاب الأب عن السؤال فصرد أحداثا فوصف مشهدا ففسر ظاهرة التعليمة أشتب الخطأ يعني أشتب الإجابة الخاطئة إذن أجاب الأب عن السؤال فوصف مشهدا إذن هذا النص لا يتضمن مقطعا وصفيا فصرد أحداثا نشتب والإجابة الصحيحة إذن والإجابة الصحيحة أجاب الأب عن السؤال ففسر ظاهرة وهي نمط تغذية وعيش والمكان الذي يعيش فيه البطريق نمر إلى بقية التعليمة أنظم المعلومات المتصلة بالبطريق في الجدول سنلاحظ الجدول إذن محور الاهتمام في هذا الجدول هو البطريق يعني سنعرف أو سنذكر بعض خصائص هذا الحيوان البطريق لدينا تنفسه وسط عيشه طريقة تنقله وشكل جسمه وذلك من خلال ما ورد في النص إذن تنفسه يقترب البطريق من سطح الماء ليتنفسه وأعني بذلك أنه يتنفس الهواء المحيط وسط عيشه يعيش البطريق في المناطق الباردة يعني في المناطق المتجمدة طريقة تنقله يعني كيف يتنقل إذن يتنقل البطريق سباحة شكل جسمه مغزلي وأعني بهذه المفردة أو بهذه الكلمة مغزلي يشبه شكل جسم العصفوري نقول جسم العصفوري مغزلي إذن تنفسه يقترب من سطح الماء ليتنفسه وسط عيشه مناطق باردة طريقة تنقله السباحة وشكل جسمه مغزلي ونلاحظ أن هذا الجدول أو هذه الشجرة قد عرفت البطريقة أو أعطتنا بعض خصائص البطريقي ويمكن أن نعتمد هذا الجدول أو هذه الشجرة لإنتاج مقطع تفسيريا نعرف فيه هذا الحيوان إذن نمر الصفحة 194 النشاط أربعة من كتاب التمارين التعليمة أبحث عن تفسير مناسب لكل سؤال من الأسئلة الآتية أبحث عن تفسير مناسب لكل سؤال من الأسئلة التالية يعني لدينا سؤالان سنحاول إجابة عنهما في شكل عناصر إذن السؤال الأول كيف أحافظ على سلامة أسناني السؤال الموالي كيف أعمل لاجتناب الأمراض المعدية سنجيب عن السؤال الأول كيف أحافظ على سلامة أسناني سنلخص ذلك سنلخص الإجابة في بعض العناصر إذن لا أكثر من الحلويات أتجنب كسر الأجسام الصلبة بأسناني لا أفتح القارورة بأسناني أنظف أسناني بالفرشات وهذه عناصر يمكن استعمالها أو إدراجها ضمن مقطع تفسيري يجيبنا عن السؤال المبدوء بالأداة كيف يعني بأداة الاستفام كيف إذن والسؤال كيف أحافظ على سلامة أسناني نمر إلى التعليمة الموالية كيف أعمل لاجتناب الأمراض المعدية كيف أعمل لاجتناب الأمراض المعدية الإجابة لا أستعمل أدوات المريض لا أستعمل أدوات المريض أبتعد عن المريض أغسل يدي بالماء والصابون بانتظام وهذه العناصر يمكن إدراجها ضمن مقطع تفسيري كي أجيب عن السؤال المبدوء بأداة الاستفام كيف والسؤال أمامنا إذن كيف أعمل لاجتناب الأمراض المعدية ونلاحظ أداة الاستفام كيف والإجابات وردت ضمن عناصر إذن نمر الصفحة 197 التمرين التعليمة أقرأ النص الآتية أقرأ النص الآتية إذن سأقرأ النص زرت معرض الديناصرات الذي نظمته مدينة العلوم فهالني ما رأيته حيوانات عملاقة مخيفة فأخذت أقرأ اللافتات الموضوعة بجانب كل حيوان اقتربت من أكبر الحيوانات جثة وقرأته الأباتوساروس هو من أضخم الحيوانات التي عاشت للأرض إطلاقا وهو الأوسع شهرة من بين الديناصرات يعرف أيضا باسم برونتوساروس وكان عاشبا عملاقا وكان يعيش منذ 140 مليون سنة وله أربع قوائم طويلة وقوية طول الواحدة أربعة أمطار ونصف وكانت تساعده في حمل جسده الضخمي وكان له فمون به قواتع حادة مستقيمة تساعده في قذم الأغصان وأوراق الأشجار كان طوله من الرأس إلى الذيل واحدا وعشرين مترا وعلوه أربعة أمطار ونصف المتر ويبلغ وزنه واحدا وعشرين طنا وكان لهذا الحيوان عنق طويل يستطيع به بلوغ أعالي الأشجار وبالرغم من طول ذيله فلم يكن يدليه على الأرض ولعله يستعمله للدفاع ضد الحيوانات المفترسة إذن قرأنا النص سنحاول استخراج بعض شخصيته إذن زرت أول كلمة في النص هذا الضمير المتصل يعني ضمير الرفع المتصل يعود على ضمير المتكلم المفرد وهو أنا يعني زرت معرض الضيناسوراتي وهنا المتكلم يعني الراوي إذن فهالني ما رأيت يعني انبهرت وأعجبت بما رأيت ترى ماذا رأى الراوي حيوانات عملاقة ولدينا السؤال ماذا تصف اللافتة ماذا تصف اللافتة نجيب تصف اللافتة حيوانات عملاقة مخيفة تصف اللافتة حيوانات عملاقة مخيفة وهذه الحيوانات تعرف باسم الأباتوساروس والبرونتوساروس وهي أسماء ديناصورات وهذا النص إذن يعرف أو يشرح أو يفسر ظاهرة تعايش هذا الحيوان مع محيطه إذن نمر إلى هذه اللافتة أو الجدول إذن نلاحظ أن هذا الجدول يعرف الديناصورة أول عنصر اسم الحيواني الإجابة هذا الحيوان هو ديناصور ويعرف بالأباتوساروس والبرونتوساروس نظامه الغذائي يعني ماذا يأكل إذن نظامه الغذائي عاشب يعني يتناول أو يتغذى على العشب تاريخ وجوده على الأرض إذن نوجد هذا الحيوان على الأرض منذ مائة وأربعون مليون سنة حجمه وأعلي بحجمه يعني خصائصه الجسمية الوزن واحد وعشرون طن الطول واحد وعشرون مترا العلو أربعة أمطار ونصف قوائمه إذن يتمتع بأربع قوائم طويلة وقوية طولها أربعة أمطار ونصف إذن وهذه هي الخصائص الجسمية لهذا الحيوان وأعني بذلك الديناصور إذن ويمكن اعتماد هذا الجدول كي أنتج مقطعا تفسيريا يعرف هذا الحيوان وأعني بالحيوان هو الديناصور إذن نمر إلى الصفحة 199 ومائتين التمرين خمسة التعليمة أواصل الكتابة مستعينا بالمعلومات الواردة في الإطار أواصل الكتابة وأعني بذلك ابحث عن نهاية لهذا النص أواصل يعني سأنتج مقطعا أتمم به أو أنهي به هذا النص أقرأ النص شعر رمزي بوجعا في أسنانه فأسرع إلى أمه متألما وقال لها أمي أمي إن أسناني تؤلمني لم أستطع الأكل هذا اليوم فطلبت إليه أمه أن يفتح فمه وحركت الأسنان سنا سنا بلطف فصاح رمزي آه لقد آلمتني كثيرا يا أمي فقالت الأم لا تخف يا رمزي فقد آن الأوان لتغير أسنانك ثم سكتت لحظة وأضافت ماذا تعرف عن الأسنان يا رمزي فقال رمزي أعرف أني آكل بها ضحكت الأم وأرشد الطرام إلى الموسوعة الموضوعة في المكتبة ففتح رمزي الموسوعة وقرأ إذن قرأنا النص نحاول استخراج بعض شخصيته الشخصية الأولى رمزي والشخصية الثانية هي الأم إذن طرحت الأم سؤالا فقالت ماذا تعرف عن الأسنان يا رمزي وماذا ننتظر من رمزي إجابة فقال رمزي أعرف أني آكل بها يعني وظائف الأسنان حسب رمزي هي الأكل يعني أستعملها في تناول الغذائي إذن ماذا فعلت الأم ضحكت الأم وأرشدت رامي ضحكت الأم وأرشدت رامي ضحكت يعني سخرت منه من إجابته وأرشدته يعني ستبين له ضمن مقطعا دور الأسناني إذن سنلخص أو سنعرف الأسنان من خلال هذا الجدل إذن الأسنان الأولى مؤقتة تسمى لبنية لبنية عددها عشرون ثمانية قواطع أربع أنياب وثمانية أذرس ظهورها بين الشهر السادس والسنة الثالثة من العمر الأسنان الدائمة ظهور أول درس منذ السنة السادسة من العمر وهي تعوذ الأسنان اللبنية عددها ثمانية وعشرون حتى بروز أذراس العقل نلاحظ من خلال هذا الجدول تعرفنا إلى أنواع الأسناني إذن لنعد إلى التعليمة أواصل الكتابة قلنا من خلال ما ورد من معانا في النص سنحاول إضراج هذه المعاني والإجابة عن السؤال كي أتمم أو أبحث عن نهاية مناسبة للنص إذن هذه محاولة سأقرأها الأسنان اللبنية هي أسنان مؤقتة وعدد وعشرون وتظهر بين الشهر السادس والسنة الثالثة من العمر أما الأسنان الدائمة فعددها ثمانية وعشرون إلى حدود بروز أذراس العقل تعوذ الأسنان اللبنية ويظهر أول درس منذ السنة السادسة من العمر ونلاحظ من خلال ما ورد في هذا المقطع عرفنا لقد عرفنا أنواع الأسنان لدينا الأسنان اللبنية والأسنان الدائمة وأذراس العقل إذن هذا المقطع يعرفنا أو يجيبنا عن السؤال ماذا تعرف عن الأسنان وماذا تعرف عن الأسنان هذه التعليمة أو السؤال مبدوء به أداة الاستفهام ماذا وهي أداة تمثل ركنا من أركان المقطع التفسيري إذن نمر التمرين واحد الصفحة مائتان واثنان أقرأ النص الآتية سألني أخي الصغير ذات يوما لماذا يأكل الإنسان أغذية متنوعة ولا يكتفي بغذاء واحد فاجأني بالسؤال فقلت له إذا أكل الإنسان نوعا واحدا من الطعام فسيشعر بالملل إن الجسم يحتاج إلى كل الأنواع وذات يوم كنت في المكتبة فعثرت على كتاب طريف عن الأغذية فاستعرته وقدمته لأخي فقرأه بشغف ثم قال اسمع يا كريم إن بهذا الكتاب معلومات قيمة عن الأغذية فقلت وما هي فقال إن الأغذية ثلاث مجموعات مجموعة للطاقة وتنقسم إلى سكريات ونشويات ودهنيات ومجموعة نمو ونجد فيها زلاليات حيوانية وزلاليات نباتية وأخيرا مجموعة الوقاية ونجد بها الأملاح والفيتامينات ولا قيمة لغذاء الإنسان إذا لم يكن متنوعا متوازنا إذن الشخصيات الواردة في النص أقرأ الجملة الأولى سألني أخي الصغير ذات يوم سألني هذا الضمير المتصل ليه تعود على الراوي أخي الصغير يعني الأخ الصغير وأخوه كريم إذن هناك تساؤل أو استفهام عن أنواع الأغذية أو ما يحتاجه الجسم من غذاء التعليمة ما هو السؤال الذي طرحه الأخ الصغير ما هو السؤال الذي طرحه الأخ الصغير إذن ننطلق من الجملة الأولى سألني أخي الصغير ذات يوما سألني وأعني بذلك أنه قد طرح سؤالا ترى ما هو هذا السؤال الذي طرحه إذن هذا السؤال هو لماذا يأكل الإنسان أغذية متنوعة ولا يكتفي بغذاء واحد لماذا يأكل الإنسان أغذية متنوعة ولا يكتفي بغذاء واحد وهنا نلاحظ أداة الاستفهام الواردة في السؤال لماذا وهي أداة استفهام وركن من أركان المقطع التفسيري إذن سنلخص كل ما ورد في النص في هذا الجدول والتعليمة أستخرج من النص المعلومات التي تجيب عن هذا السؤال وأضعها في المخطط الآتي قلنا طرح الأخ الصغير سؤالا عن الأغذية قائلا لماذا يأكل الإنسان أغذية متنوعة ولا يكتفي بغذاء واحد إذن سنرى هذه الأغذية من خلال ما ورد في هذه الشجرة أو المخطط إذن ومحور الاهتمام هو الأغذية إذن النوع الأول هي أغذية الطاقة أغذية الطاقة ونعني بها سكريات نشويات ودهنيات وكلها أغذية للطاقة المجموعة الثانية من الأغذية وهي أغذية النموي ونعني بها زلاليات حيوانية وزلاليات نباتية والمجموعة الثالثة من الأغذية هي أغذية الوقاية ونعني بها الأملاح والفيتامينات إذن كي ألخص هذا المخطط إذن محور الاهتمام هي الأغذية وتنقسم إلى ثلاث مجموعات وهي مجموعة الطاقة ومجموعة النموي ومجموعة الوقاية مجموعة الطاقة السكريات النشويات والدهنيات مجموعة النموي وهي الزلاليات الحيوانية والزلاليات النباتية ومجموعة الوقاية الأملاح والفيتاميناتو ويمكن أن أدرج هذه المعلومات التي وردت في المخطط ضمن مقطع تفسيري يجيبنا عن سؤال لماذا لا يتناول الإنسان غذاء واحدا ويمكن إدراجها ضمن نص صردي إذن نمر الصفحة 204 التمرين 5 أقرأ التعليمة أكمل النص الآتية بمقطع أجيب فيه عن سؤال نسمة وأستعين بالمعلومات الواردة في الإطاري أعيد القراءة أكمل النص الآتية بمقطع أجيب فيه عن سؤال نسمة وأستعين بالمعلومات الواردة في الإطاري سأقرأ النص ذهبت نسمة إلى بيت جدها كي تقتفى باقة كبيرة من ظهر النرجسي وتقدمها لمعلمتها لكنها شاهدت أغصان ظهرتها عارية من الأوراق ركضت إلى الثلاجة وأحضرت شراب السعال تريد أن تسقيها لمحها جدها فقال دهشا ماذا تعملين يا حلوة ظهرتي مريضة وتحتاج إلى الدواء ضحك الجد وقال لا يا بنيتي لا تحتاج إلى دواء السعال لماذا ذبلت ظهرتي يا جدي إذن؟ إذن قمنا بقراءة النص سنحاول استخراج بعض الشخصيتي إذن الشخصية الأولى نسمة وهي البنت ثم الجد إذن ماذا فعلت نسمة؟ أخذت شراب السعال يعني أخذت الدواء وأرادت أن تسقي نبتتها أو ظهرتها إذن فطرحت سؤالا وهو الآتي لماذا ذبلت ظهرتي يا جدي إذن؟ نلاحظ هذا السؤال بدأ بأداة الاستفهام لماذا؟ وهي ركن من أركان المقطع التفسيري إذن ماذا ننتظر؟ لماذا ذبلت ظهرتي يا جدي إذن؟ ننتظر تفسيرا من الجدي كي يجيبها عن سؤالها إذن لنعد إلى التعليمة أكمل النص الآتي أكمل يعني سأختار نهاية كي أتمم هذا النص إذن قبل أن نتطرق إلى الإنتاج أو إنتاج المقطع التفسيري سنلخص ذلك في بعض العناصر إذن قالت البنت لماذا ذبلت ظهرتي يا جدي إذن؟ بعض العناصر يحتاج النبات إلى الغذاء كسائر الكائنات الحية تمتص جذور النبات الماء والمواد المعدنية عندما تستنفذ المواد المغذية تذبل النبتة وتموت إذن وردت الإجابة في شكل عناصر سنحاول الربط بينها كي أتحصل في الأخير على مقطع تفسيري يجيب عن سؤال البنت إذن هذه محاولة ويمكن التعمق أكثر في التمرين أجاب الجد تعلمين يا بنيتي أن النبات يحتاج إلى الغذاء كسائر الكائنات الحية فجذورها تمتص الماء والمواد المعدنية وعندما تستنفذ تلك المواد المغذية تذبل النبتة وتموت ونلاحظ من خلال إجابة الجد أنه قد فسر ظاهرة علمية وهي غذاء النبات يعني كيف يتغذى النبات وهي إجابة مناسبة أو متطابقة مع سؤال البنت إذن نمر لنحوصل إذن سبق وتعرضنا إلى المقطع التفسيري في حصة القراءة وقلنا أن النص التفسيري له أركان ومن أركاني هي أدوات الاستفهام ماذا لماذا وكيف يعني يجب أن يسبق المقطع التفسيري سؤال مبدوء بأداة الاستفهام كيف أو ماذا أو لماذا إذن سنحوصل أو نستنتج من مواصفات المقطع التفسيري نقول من مواصفات أعني بذلك من خصائص أو من ميزات المقطع التفسيري أو ما يتميز به المقطع التفسيري أولا يبدأ بسؤال الاستفهام مستعملا الأدوات الآتية كيف أو لماذا أو ماذا وذلك لأنه يقدم معلومات وحقائق معينة فيمهد لها بصيغ الاستفهام ثانيا يتضمن وأعني بذلك الضمير المستاتر يعني المقطع التفسيري يتضمن المقطع التفسيري حقائق علمية حول أمر أو ظاهرة معينة ثالثا تستخدم الأفعال المضارعة والمبنية للمجهول ونلؤوا سبق وذكرنا أن أفعال الصرد تكون في صيغة الماضي والأفعال المدرجة ضمن المقطع التفسيري تكون في صيغة المضارعة رابعا يتميز بدقة الألفاظ ووضوحها دقة الألفاظ لماذا لأن المقطع التفسيري يفسر ظواهر علمية وأخيرا يتسم باللغة العلمية البسيطة يتسم وأعني بذلك يتصف باللغة العلمية البسيطة إذن لنحوصل من ميزات المقطع التفسيري أدوات الاستفهام كيف؟ ماذا؟ ولماذا؟ كذلك يجب أن يتضمن المقطع التفسيري عديد الألفاظ الواضحة وهي ألفاظ علمية بسيطة إذن نمر أنتجوا أقرأ الموضوع أقرأ الموضوع ظهبت لصيد السمك في النهر القريب فاصطدت سمكة فرحة بها أخوك فرحا كبيرا ولكنها لم تلبث أن ماتت فسألك عن السبب اكتب نصا صرديا تقص فيه الحادثة وضمنه مقطعا قصيرا لا يقل عن ثلاثة أصل تفسر فيه لأخيك الصغيرة سبب موت السمكة بشرح طريقة تنفسها وسأختار ما يناسبنا من المعلومات الواردة في الجدول إذن وهذه المعلومات سأقرأها الأسماك حيوانات فقارية تعيش في الماء جسمها مغطى بالحراشف لهذا عانف تستعين بها في السباحة تتنفس الهواء الذائب في الماء تتنفس بواسطة الخياشيم يدخل الماء من فم السمك ويمر بالغلاصم ويخرج من الفتحتين إذن قرأنا الموضوع وكما نعلم ينقسم الموضوع إلى جزئين المعطاء والمطلوب إذن المعطاء ذهبت لصيد السمك في النهر القريب فاصطدت سمكة فرحة بها أخوك فرحا كبيرا ولكنها لم تلبث أن ماتت فسألك عن السبب وهنا يمكن طرح السؤال عوض أن نقول فسألك عن السبب يمكن أن نطرح سؤالا وهو كالآتي لماذا ماتت السمكة؟ لماذا ماتت السمكة؟ والمطلوب هو إنتاج نص صردي يتضمن مقطعا تفسيريا أفسر فيه ظاهرة علمية حول تنفس الأسمكي يعني كيف تتنفس السمكة معتمدا على بعض ما ورد في الجدول من معلومات أو من إضاحات أو تفسيرات إذن سأقدم محاولة ويمكن أن تتعمق في التمرين لكي تنتج بعض المقاطع الأخرى أو النصوص الصردية الأخرى والتي تتضمن مقطعا أو مقاطع تفسيريا إذن المحاولة وبقيت أنتظر وفجأة تحرك الخيط فجذبته ويا لها من سمكة فرح بها فرحا شديدا وما لبثت أن ماتت فبادرني أخي بالسؤال قائلا لماذا ماتت السمكة؟ فأجبته في حماس الأسماك حيوانات فقارية تعيش في الماء جسمها مغزلي مغطى بالحراشف ولها زعانف تساعد على التنقل وهي تتنفس الهواء الذائب في الماء حيث يدخل الماء من فب السمكة ويمر بالغلاصم ويخرج من الفتحتين إذن هذه المحاولة ويمكن أن تتعمق أكثر كي تنتجوا نصوص صردية مغنية بمقاطع تفسيرية إذن لنعد إلى هدف الحصة وهدف الحصة أنتجوا نصا صرديا يتضمن مقطعا تفسيريا ونلاحظ أن هذا المقطع قد حقق هدفنا إذن يعني ما أنتظره منكم حيث تضمن مقطعا تفسيريا وأجاب عن السؤال المبدوء بأداة الاستفهام والوارد في السطر الثاني إذن لماذا ماتت السمكة فقام الأخو بتفسير هذه الظاهرة العلمية وهي التنفس عند الأسمك يعني كيف تتنفس الأسمك كي تعيشا إذن ويمكن أن تنتجوا نصوصا صردية أخرى مغنية بمقاطع تفسيرية على الصفحات 193 إلى 1205 إذن وشكرا على المتابعة ترجمة نانسي قنقر